لما جينا شريهان في حليمة وفاطيمة وقريمة لما عملناها ثلاثة جاء لنا أنا عايزك اطلعي سامي أنا عايزك فاطلعت قال لي أنا هخلي شريهان تحضر روحة كل واحد يفكر لي هعملها ازاي ما كانش الحاجات دي موجودة خالص وقت خالص دي احنا بنعمل اللي بيتعمل دلوقتي في ثانية في الكمبيوتر كنا بنعمل فيه ايام فرحوا قال لي فكري لوحدك ما تعودوش بقى وتعملوا كومبينا كده واتفكروا لي لا كل واحد يفكر لوحده فترعت هنعمل كذا هنعمل كذا يقول لك لا فكري تاني لغاية لما وصلنا لمرحلة ان احنا هنلبس بنت كرومة وشريهان حتحضنها هنصور لأول شريهان لوحدها وبعدنا نلبس بنت كرومة حدو احنا بنعرف الاصرارة وتقف نفس الوقفة وشريهان تحضنها فتبني شريهان حضنا نفسها وبرضو فيه واحدة تانية شريهان بتدل شريهان وردة والمشهد بعد كذا بيتعاكس بقى احنا كان كل حاجة بالراحة كان لما اقوله على افكار كده مجنونة شوية فكان يقوله انت مجنونة وحداني نيني هنقعد فيها تلات ياب قوله بس هتطلع حلوة يقوله ايه هتطلع هنعملها ويفضل يعملها لغاية لما تطلع صح ولما كان فيه كنميزة رائعة الله يرحمه لما كان يتعامل حاجة حلوة كان ممكن يفتح التجباك يقوله برافو حاج هاي لا دي جميلة يروح فتح التجباك يقولهم دي فكرة سامي اصاب الله فاستخيل بقى لما تكونوا ستة بليا بتبقى في السامة بقى في الوقت ده اه طبعا كنت اي حاجة يطلبها مني بساز الله يرحمه جاب لي عقد في السعودية وحاعد في قتالي ومن غور محرم واللي انا عايزاه اخده ومرضيتش اروح يقولي يا مجنونة مش تروحي اقولي طب مين يعمل الفوزير معك اه يعني هو كان بيبقى مصلحتك حتى على مصلحت العمل حقيقي الله يرحمه كم سنة شغل مع بعض يا سنو سامي اشتغلته مع بعض كم سنة من اولى ما عملنا الفوزير نيلي الغيط لما عملنا متحة وشيرين اللي هي اخر حاجة عمل الله يرحمه وعملنا الف الليلة وليلة برضو هو كان بيعمل الف الليلة وليلة والفوزير مع بعض ابرز محطاتك ايه بخلاف الحاجة اللي احنا قلناها اه العمال التي لا تونسى كده اول محطة اه عصر الحب اول مسلسل عملته مع الاستاذ جيسف مرزون وخدت فيه جهازة تصوير اشهد التقدير وجهازة تصوير وطبعا عندي نصف ربيع اخر يحيى العالمي واخراج وتمثيل يحيى الفخراني وكان زيني بركات زينيا